اشتركوا في القناة السؤال من المناسبات المهمة لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب ألف اليوم الوطني با يوم المهنة جيم يوم المعلم دال اليوم الدولي لمحو الأمية طبعا بما أننا نتكلم عن تعزيز الهوية الوطنية فالمناسبة هي اليوم الوطني إذن الإجابة اليوم الوطني المملكة تحتفل باليوم الوطني في كل عام في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر وفي هذا العام تحتفل في يوم الوطني الثالث والتسعين أدام الله على المملكة عزها وأمنها وقادتها إلى السؤال التالي السؤال كش من صعوبات التعلم النمائية على جميع ما يأتي عدى نتكلم عن صعوبات التعلم النمائية إذن يوجد نوع آخر من الصعوبات التعلم وهو الصعوبات الأكاديمية وسنتحدث بعدها قليل عن ذلك الخيارات ألف الذاكرة با الإدراك جيم الانتباه دان القراءة هو يتكلم عن صعوبات التعلم النمائية وأن جميع ما في الخيارات ينتمي لها ما عدا خيار واحد أولا سنتكلم عن صعوبات التعلم بشكل بسيط صعوبات التعلم تنقسم إلى قسمين صعوبات تعلم نمائية وصعوبات تعلم أكاديمية الفرق بينهما بسيط النمائية منتبطة بالنمو دائما النمائية مرتبطة بنمو الطفل أو الإنسان بشكل عام فالخلل اللي يوجد في النمو يعتبر من صعوبات تعلم النمائية أما الصعوبات الأكاديمية فهي مرتبطة بالتعلم إذن الفرق النمو والتعلم إذا كان مرتبط بالنمو فهو صعوبات تعلم نمائية إذا كان مرتبط بالتعلم فهو صعوبات تعلم مرتبطة بالصعوبات الأكاديمية لنأتي إلى الخيارات الذاكرة مرتبطة بالنمو الإدراك مرتبط بالنمو الانتباه مرتبط بالنمو القراءة مرتبط بالتعلم وليس بالنمو إذن الإجابة أو الاختيار الصحيح هي القراءة لأنها مرتبطة بالنمو أما الذاكرة والإدراك والانتباه فهي صعوبات تعلم نمائية لكنها تصنف من صعوبات التعلم النمائية الأولية إذن يوجد صعوبات تعلم نمائية ثانوية مثل التفكير هي صعوبات تعلم نمائية ثانوية مثل التفكير والتهجأة هي هذه صعوبات التعلم إذن الإجابة الصحيحة أو التي لا تنتمي إلى صعوبات التعلم النمائية هي القراءة إلى السؤال التالي السؤال يشمل صعوبات التعلم الأكاديمية على جميع ما يأتي عدى في السؤال السابق تكلمنا عن صعوبات التعلم النمائية المرتبطة بالنمو هنا نتكلم عن صعوبات التعلم الأكاديمية المرتبطة بالتعلم ألف التذكر با الكتابة جيم الحساب دال القراءة صعوبات التعلم وجدنا أن نتنقسم إلى قسمين نمائية وأكاديمية وذكرنا الفرق بينهما أنها النمائية مرتبطة بالنمو والأكاديمية مرتبطة بالتعلم الإجابة الآن أصبحت سهلة التذكر هو المرتبط بالنمو فهو الإجابة الصحيحة أما الكتابة والحساب والقراءة فهي من صعوبات تعلم الأكاديمية إلى السؤال التالي السؤال إذا كانت درجة طلاب الأحيان في أحد الصفوف هي كما يأتي خمسة سبعة تسعة سبعة 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 ثلاثة ثمانية سبعة ثلاثة ستة تسمى الدرجة السبعة لمادة الأحيان ألف المتوسط با الوسيط جيم المنوان دال المدى لو أتينا إلى المتوسط نجد أنه مجموع الدرجات على عددها يخرج لنا الناتج لكن هنا يتكلم عن الدرجة السبعة تحديدا إذا ليست المتوسط الوسيط أيضا هو ترتيب الدرجات من الأصغر إلى الأكبر أو من الأكبر إلى الأصغر واخذ الوسط إذا كانت فردية يواخذ الوسط إذا كانت زوجية يواخذ الرقمين في الوسط ويقسم على اثنين إذن ليست أيضا الوسيط المنوال المنوال هو الرقم أو الدرجة الأكثر تكرارا هنا سبعة تكررت كم مرة مرة مرتين ثلاث أربع لنأخذ رقم آخر تكرر رقم ثلاثة تكرر مرتين فقط إذن رقم سبعة تسمى المنوال المدى هو أكبر قيمة أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة يعطينا المدى إذن رقم سبعة هنا تسمى المنوال لأنها الأكثر فكرارا إلى السؤال التالي السؤال أجرى خمسة طلاب ثلاثة اختبارات في مادة الرياضيات وكانت نتائجهم وفق الرسم البياني التالي أي الاستنتاجات الآتي الصحيحة هذا الرسم البياني يمثل الاختبارات الاختبار الأول باللون البرتقالي والاختبار الثاني باللون البنفسجي والاختبار الثالث باللون الأزرع لنستعرض الاختيارات ألف تقدم الطالب الأول أفضل من الطالب الثالث هذا الطالب الأول وهذا الطالب الثالث لاحظ أن الطالب الأول في أول اختبار أخذ ثمانين درجة ثم بدأ بالتأخر إلى أن وصل أربعين إذن لم يتقدم بينما الطالب الثالث أيضا كان متقدما في الاختبار الأول ثم تأخذ في الاختبار الثاني واستقر في الاختبار الثالث إذن الطالب الأول ليس أفضل من الطالب الثالث الطالب الثالث أفضل في الدرجات والاستقرار الاختيار الثاني أفضل تقدم كان للطالب الخامس الطالب الخامس كان حاصل على درجة التسعين ثم تأخر إذن ليس تقدم مباشرة لكنه استقر في الأشهر البقية إذن ليس الاختيار الصحيح أيضا الاختيار الآخر جيم تقدم الطالب الثاني كان أفضل من الطالب الأول لنلاحظ الطالب الثاني كان أربعين ثم قفز إلى خمسين ثم قفز إلى ستين إذن فيه تقدم للطالب بمقدار عشرين درجة تقريبا بينما الطالب الأول كما رأينا سابقا كان قد تأخر في الأشهر إذن هذه الإجابة الصحيحة الآن إلى أن نشاهد الإجابة الأخيرة هل هي إجابة أفضل أم لا الخيار دال أفضل تقدم كان للطالب الرابع الطالب الرابع كان حاصل على درجة خمسين واستقر على خمسين ثم تقدم إلى ستين صحيح كان هناك تقدم لكن ليس أفضل تقدم أفضلهم تقدم الطالب الثاني الفرق عشرين وهنا الفرق عشرة إذن هذا الخيار غير صحيح إنما الخيار الصحيح هو جيم تقدم الطالب الثاني كان أفضل من الطالب الأول وهي الإجابة الصحيح إلى السؤال التالي السؤال في تدريس طلاب ذوي التعلم الحركي تستخدم المواد التالية ما عدا طبعا الطلاب ذوي التعلم الحركي أو نمط التعلم الحركي يحتاجون لإستراتيجيات معينة لنتأمل هذه الإستراتيجيات نمط التعلم الحركي يناسبه التجارب العلمية النماذج والمجسمات التعلم باللعب لعب الأدوار الرحلات الميدانية التعلم القائم على المشاريع لاحظ كل هذه الإستراتيجيات تحتاج لحركة فهي تناسب ذوي التعلم الحركي لنتأمل الاختيارات ألف المجسمات هل المجسمات تناسب التعلم الحركي لو أتينا إلى المجموعة الخيارات هنا نجد أن النماذج المجسمات موجودة لا جداول البيانات هل يوجد هنا جداول البيانات إذن لا يوجد جداول البيانات إذن جداول البيانات لا تناسب ذوي التعلم الحركي جيم التجارب العلمية هل التجارب العلمية تناسبهم نعم التجارب العلمية تناسبهم دال الرحلات الميدانية هل الرحلات الميدانية تناسبهم نعم موجودة من ضمن الاختيارات الرحلات الميدانية إذن تناسبهم إذن التي لا تناسب التعلم الحركي هي جداول البيانات وبالتالي الإجابة الصحيحة هي جداول البيانات لاحظة أن جداول البيانات تناسب الطلاب ذوي النمط البصري إلى السؤال التالي السؤال إثابة المتعلم أثناء عملية التعلم ألف تقلل من استجابة المتعلم ذا تقوي دافعية المتعلم جيم ليس لها تأثير على الاستجابة ذا تؤثر على ذاكرة المتعلم لنفترض أنك معلم ولديك طلاب في الصف الرابع الابتدائي مثلا عند إجابة الطالب تعطي هدية إثابة المتعلم هل تعتقد أن الهدية ستقلل من استجابة المتعلم؟ طبعا لا هل ليس لها تأثير؟ طبعا أيضا لا هل تؤثر على ذاكرة التعلم؟ طبعا لا 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 تدخل في ذاكرة المتعلم لكنها تقوي دافعية المتعلم لأن بقية المتعلمين سيكون لديهم الدافعية للمشاركة إذن الإجابة هي ذا تقوي دافعية المتعلم إلى اللقاء في مقاطع قادمة بإذن الله اشترك معنا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر